اهلا بكم في قناة اكتشف مصر هتكلم النهاردة عن مدينة طيبة عاصمة مصر قديما ولو عجبكم الفيديو دوت ياريت تشتركوا في القناة للي لسه مشتركش وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة وتعملوا شير ولايك مدينة طيبة الفرعونية هي مدينة الاقصر حاليا كانت طيبة احدى عواصم مصر في عهد الفراعنة وكانت هذه المدينة مركز عبادة الاله رع او ما يعرف باسم امون رع واهتم فراعنة مصر بها تبعد مدينة طيبة عن القاهرة بنحو 670 كم حيث تقع في جنوب مصر تنقسم مدينة طيبة الى قسمين رائسيين مدينة الاحياء ومدينة الموتى مدينة الاحياء تقع على الضفة الشرقية للنيل حيث تسلق الشمس اما مدينة الموتى فتقع على الضفة الغربية للنيل حيث تغرب الشمس مدينة طيبة لها اهمية كبيرة في تاريخ مصر حيث قدت على الهكسوس واحدت مصر قديما بوجهيها القبلي والبحري كان الاله امون رع هو اله الشمس وكان هذا الاله يعبده قديما اهل طيبة واصبح امون رع اله طيبة ملك الالهة في مصر خاصة من بداية الدولة الحديثة الفرعونية تعتبر مدينة طيبة اللي هي الاقصر حاليا من اغنى مدن العالم بالاثار الفرعونية فيتحتل مكانة تاريخية هامة في مصر والعالم اجمع يوجد في مدينة طيبة في الناحية الشرقية للنيل حيث كان يعيش الناس قديما اثار هامة مثل معبد القرنق ومعبد الاقصر ويرتبط المعبدين او يربط بين المعبدين طريق يعرف باسم طريق الكباش ويوجد على الناحية الغربية للنيل حيث مدينة الاموات المعابد الجنائزية التي تم بنائها من اجل اقامة الشعائر الدينية واهم هذه المعابد الجنائزية معبد الملكة حاتش بسوت ومعبد مدينة هابو كذلك يوجد في الناحية الغربية للنيل بطيبة الكثير من المقابر الفرعونية في وادي الملوك ووادي الملكات ومدينة العمال التي تعرف باسم دير المدينة مدينة طيبة هي اسطورة مصر القديمة اقترح عليكم انكم تزوروا المدينة القديمة هذه طيبة او الاقصر وتستمتعوا بجوها الجميل خاصة في الشتاء بتكون جوها دافئ وبآثارها العظيمة ده اللي انا كنت عايز احكيه النهاردة اتمنى ان يكون الاعجابكم وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتشاريوا الفيديو ده علشان كل يستفيد شكرا ليكم والى اللقاء في فيديوهات اخرى قادمة كان معاكم محمد مصطفى السلام عليكم شكرا